نشوف مثال قدامي بيقول لي فيه الشكل المقابل مساحة المثلث دال به مين بتساوي مساحة المثلث ميم هه جيم الناس اللي بتسأل افرق ازاي بين نظرية 2 وعكسها اللي هو نظرية 3 في نظرية 2 بيقول لي اثبت ان مساحة المثلثين متساويين لكن نظرية 3 بيقول لي ان المثلثين متساويين واثبت ان فيه مستقيمين متوازين يبقى انا اول ما شوف اثبت ان ده الهه بتساوي اه بتوازي بهجيم يبقى انا في عكس النظرية طيب انا عندي مسلسين دلوقتي ومسلسين دول متساويين ده البيه طبعا ميم بتساوي مساحة المسلس ميم هيجيم وعندي كمان ده الهه بيوازي بهجيم فنبدأ بيه تساوي المساحتين وهنجمع مع بعض ميم بهجيم للطرفين لو خدت بالك عندي ان المسلسين اللي همدهم لي مش مشتركين ده البيهجيم أو ده البيه مين المثلث ده والمثلث ده هو قال إن هما متساوين في المساحة لكن مش مشتركين في قاعدة واحدة فما أقدرش أطبق عكس النظري فهجمع على الطرفين أو هجمع على مساحتين المثلثين اللي موجودين عندي المثلث مين بهجيم أول مجمع المثلث مين بهجيم على المثلثين اللي موجودين عندي هينتج أن ده البيهجيم ده البيهجيم هيبقى بيساوي هه بهجيم مسلسين متساويين في المساحة وليهم نفس القاعدة إذن هيكونوا محصورين بين مستقيمين متوازين فمعنى كده إن المسلسين دال بهجيم وهي بهجيم اللي هم متساويين في المساحة مشتركان في القاعدة بهجيم إذن دالهي يوازي بهجيم ده اللي هيه يوازي بهجي شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن